اشتركوا في القناة تشجيع للجريمة والمجرمين كما انها حملت دلالات كثيرة صادمة وعميقة البيان اشار الى ان زيارة روبرت ستانو الذي يمثل اعلى هيئة قضائية في اوروبا الى تركيا ولقاءه رئيسا ومسؤولين يمثلون دولة تحتل صدارة قائمة الدعاوة المقامة ضدها بخصوص اجرامها وانتهاكها لحقوق الانسان والحريات لا تعكس سوى الواقع المؤسف الذي بلغه غالبية ممثلي جهات الحق والقانون والعدل وحقوق الانسان الحكومية في العالم المنظمات الموقعة على البيان لفتت الى ان زيارة اسبانو الى تركيا جاءت في وقت ما يزال فيه الاوفياء لحقوق الانسان يعيشون الحدادة على وفاة المحامية ايبرو تيم تيك احدى الاف وملايين ضحايا نظام التركي المنظمات الحقوقية نددت كذلك بقبول رئيس المحكمة الاوروبية لدكتورة فخرية قالت انها من جامعة مارست جملة من الانتهاكات السافرة بحق عدد من الاكاديميين لديها ارضاء للسلطة والسلطان الموقعون على البيان وصفوا زيارة بانها جريمة من منطلق انها دعم وتقدير وتكريم وتشجيع للجريمة والمجرمين وقالوا انها عار على جبين المحكمة الاوروبية ومجلس اوروبا ككل وممثل القانون وحقوق الانسان عموما وان اقل خطوات التدارك هذا العار هي في عصر القاضي سبانو والتحرك بجدية ومسؤولية حيال اردوغان ونظامه ترجمة نانسي قنقر